بدورها أكدت أنا كلوديا روسباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات أن القاهرة مدينة عريقة تسخر بالتراث وأضحت روسباخ أن الأمم المتحدة اختارت تنظيم المنتدى الحضاري العالمي بالقاهرة من أجل تحدث مع الحكومة المصرية حول فرص التنمية المستدامة هذا المنتدى يقام في القاهرة بلد التاريخ وأيضا بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل فإنه بالتأكيد هي عودة مرة أخرى للمنتدى إلى أفريقيا لأول مرة منذ أول منتدى في نيروبي في عام 2002 فهناك التطور ومناقشة التطورات الحضارية فإن هذا هو الحدث لأم المتحدة لمناقشة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة لأم المتحدة في سبتمبر 2024 فإن المنتدى الحضاري العالمي هو بالتأكيد تحالف كبير للتحول وإن هذه رؤيتنا فلابد أن نتغلب على مشاكل الإسكان وأن يكون هناك وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها مثل الفقر والصراعات وبالتأكيد يحتاج إلى تعاونا كبيرا بين أصحاب المصلحة المتعددين وبالتالي لابد أن ننخرج جميعا في دفع وتطبيق الخطة التنمية الحضارية المستدامة